نصر الدين هوجة أو جحة كم هو معروف في الأوساط العربية تمتاز قصصه بالحكمة الممزوجة بالفكاهة مما يجعلها سهلة التداول بين الناس في هذا العصر والعصور اللاحقة لتتحول فيما بعد إلى وسيلة من وسائل التعبير وطريقة للهرب من رقابة السلطة الشديدة فانتشرت المسرحيات والمؤلفات والكتيبات التي يستخدم فيها نصر الدين كرجل يحاول نقد السياسات أو العادات المجتمعية السيئة عام 1208 للميلاد ولد جحة تركي بالقرب من مدينة أنقرة عاصر أواخر الدولة السلجوقية ثم بدايات الدولة العثمانية كان والده إماما لمسجد قريته وتعلم منه العلوم الدينية ليحل محل والده بعد وفاته وليعين بعدها قاضيا للمنطقة ولفظ هوجة الموجود في اسمه يعني المعلم وتقال للتقدير والاحترام مما يدل على مكانته وعلمه لشخصية جحة هيئة متشابهة بين الأتراك والعرب إذ صوره القصص على هيئة شيخ سمين وله لحية بيضاء طويلة وعمامة كبيرة حتى بطريقة ركوبه على حماره الذي يرافقه في كل قصصه الطريفة فهي هيئة واحدة إذ تقول القصص إنه كان يركب على حماره ووجهه إلى الخلف وأما عن سبب ركوبه بهذه الطريقة كي يتمكن من رؤية تلاميذه وتلقينهم الدروس أثناء تنقله وسفره توفي نصر الدين هوجة في مدينة أكشهير التابعة لولاية قونيا ودفن في مقبرة حملت اسمه لاحقا ويعتبر ضريحه من الأضرحة التي يداوم الأتراك على زيارتها وحتى بعد وفاته لم يتوقف نصر الدين هوجة عن رسم البسمة على وجوه الناس إذ بني ضريحه على هيئة غريبة وسط خمسة أضلاع يحتوي أحدها على باب مغلق لكن بقية الأضلاع مفتوحة للزوار هل تذكرون إحدى قصص جوحة المضحكة؟